طلبت المملكة العربية السعودية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل في القاهرة لمناقشة تدخل إيران في المنطقة في الوقت الذي تواصل فيه إيران محاولاتها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتي كان آخر هذا الهجوم على أنابيب نفط بحرينية من قبل إرهابيين بيّنت التحقيقات الأولية أنهم مرتبطون بإيران فيما يواصل الحوثيون في اليمن تهديدهم لأمن السعودية والخطوط الدولية للنقل البحري محاولات إيران الأخيرة في زعزعة أمن المنطقة نجملها في هذا التقرير محاولة زعزعة استقرار المنطقة أصبح ممنهجا تنفذ أجنداته أذرع الحرس الثوري التي من ضمنها تنظيمات تعد من أخطر الهيئات الإرهابية في العالم العربي مثل جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان التدخل الأخير في البحرين ومهاجمة خطوط أنابيب النفط كان آخر المحاولات الإيرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة إذ سبق ذلك أعمال تخريبية أخرى أكدت وزارة الداخلية البحرينية بأن الأعمال التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة تتم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران مملكة البحرين عانت من الأعمال الإرهابية على أرضها إذ تم استهداف أكثر من 200 مؤسسة تعليمية وموشآت حيوية كمحطات الكهرباء وأبراج الاتصالات والحدائق العامة والبنوك التجارية وقطع الطرق على الشوارع التجارية والذي أكدت التحقيقات التي أجريت مع المتورطين بتلك العمليات ضلوع إيران ذراع إيران في اليمن كانت هي الأخرى تنفذ عمليات التخريب والتدمير والتي كان آخرها محاولة جماعة الحوثي استهداف خطوط النقل الدولية في البحر الأحمر قبل أن يعلن التحالف العربي إحباط الهجوم في جزيرة البوادي ولم يتوقف الحوثي بل عاد وهدد أمن الملاحة الدولية إذ قال رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي إنهم سيقدمون على خطوات لم يسبق أن أقدموا عليها فيما مضى مهددا هذه المرة باستهداف السفن النفطية وذلك على صفحته الرسمية في فيسبوك تلك الجماعتين لم تكون الأذرع الإيرانية الوحيدة في المنطقة فإلى جانب الميليشيات التي تقاتل في سوريا والعراق بتمويل ودعم إيراني فإن الحرس الثوري يحاول استنساخ حزب الله في كل المنطقة وهو ما لفت إليه تقرير لمعهد Global Risk Insight والذي أكد أن هذا الاستنساخ مكن لطهران الوصول إلى أهدافها وأنه أصبح الطريق من طهران إلى بيروت ليس معبدا لنقل الحرس الثوري وفيلغ القدس الأسلحة والإمدادات فحسب بل الإديولوجية والنفوذ في عمق الأراضي العربية أيضا تكاتف خليجي عربي لمواجهة هذا التمدد أصبحت ملامحه واضحة فمؤخرا أكدت مصر أن أمن الخريج خط أحمر وأشار رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري وكتلته بالرفض القطعي لتدخلات إيران ووكلائها فيما كان موقف الإمارات العربية المتحدة حاسما على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجي أنوار جرقاش والذي أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد تمثله إيران ووكلائها